السلام عليكم والله يسعد قواتكم هلأ أكيد أنا مالي إدوارد سنودل لحتى روح وإلك استخدم كيوبس أو اس بدل ويندوز اللي أنت حالياً شغال عليه ولا أنا تيك لور لحتى روح وإلك عمل سيرفر تور براوزر الخاص فيك أو النود الخاصة فيك إذا أنت كنت عمالك تستخدم لينوكس ولكن باعتبار أنه فاير فوكس هو المتصفح اللي بيشي بشكل افتراضي على أغلب توزيعات لينوكس بس باعتبار أنه شركة موزيلا بالفترة الأخيرة من سنة أو سنتين أو أكتر عمالها بتمشي باتجاه يعني ما بدي يقول أنه بينتهك خصوصية المستخدم بس عمالها تضيف كتير من الخيارات اللي بتقوم بجمع بيانات هاي البيانات مو بالضرورة أنها تكون بيانات شخصية بس بتجمع بيانات لحتى بدورها أنه تساعد أنه تقوم بتطوير المتصفح ممكن ببعض الحالات أنا ما تعمقت أكتر بموضوع أنه هل شركة موزيلا عمالها تبيع هاي البيانات لطرف ثالث ولا لا بس باعتبار أنه المتصفح مفتوح المصدر فرغم أنها عمالها تجمع هاي البيانات تركت لنا الحرية أنه نروح ونعدل هاي الخيارات أو نطفيها لحتى نوقف جمع البيانات ونخلي فايرفوكس يعني فوق ما أنه بيحترم الخصوصية بشكل افتراضي نزيد الخصوصية اللي موجودة فيه وأكيد أنا رح إلك إذا أنت كنت عمالك تستخدم كروم أو أي متصفح مغلق المصدر على لينوكس فأنت مثل اللي مركب جهاز إنزار على باب غرفة النوم وتارك باب البيت مفتوح فأكيد لا تستخدم لا كروم ولا إيج ولا فيفالدي ولا أي متصفح تاني مغلق المصدر استخدم بريف استخدم فايرفوكس استخدم ليبري وولف المهم بعيد عن المتصفحات المغلقة المصدر فأول الشي رح قسم الفيديو أو الخطوات اللي رح نعملها لثلاث أقسام القسم الأول اللي هو الخطوات الأساسية أو المستوى الأول اللي هو الخطوات الأساسية اللي لازم إنك تعملها مباشرة بهذا المستوى إذا عملت هاي الخطوات فأنت بتكون قطعت مقدار 90% ل95% من الخطوات اللي بدنا نعملها المستوى الثاني رح نفوت شوي بالخيارات الأكتر عمقاً الأكتر تقدماً يعالجوا الأخطاء بنفسهم والمشاكل بنفسهم يعني حتى أنا شخصياً المستوى الثالث ما عمالي يستخدمه أو ما بيستخدمه لأنه في كتير أمور رح تتعطل وحتى بالمستوى الثاني في عندي بعض المواقع اللي ما رح تشتغلها هلأ رح شوف شو هي هاي الخطوات اللي أنت لازم إنك تنتبه لها الشرح اللي رح نشوفه بالنسبة للمستوى الثاني أنا جهزته عملت ملف أورج جهزته على القتاب ورح يكون موجود برابط الوصف لحتى سهل عمليك عليك عملية النسخ واللسق فخلينا نجي للمستوى الأول اللي بيلبي احتياجات ما يكافئ الخمسة وتسعين للسبعة وتسعين بالمئة من المستخدمين ألا وهي منروح للإعدادات من الشرطات الثلاثة منروح للسيتينجز ومنجي بالقسم الأول خلينا بالجنرال ما رح فوت أنا بكل الأشياء اللي ممكن اللي لازم إنك تعملها رح نروح مباشرة للهوم بالنسبة للهوم بيج هاد أنت ممكن إنك تخليها ممكن إنك تحط صفحة فاطئة أو أي شي هلا إذا كنت إذا كان الكمبيوتر بتستخدمه مع أشخاص تانين فأنا بفضل إما إنك تخليها على الفايرفوكس هوم أو إنك تحط بلانك بيج منيجي بعدين للقسم اللي بعده لمحتويات صفحة البداية أنا اللي بخليه فقط لغير هو الويب سيرش باقي الأشياء الشورتكاتس ما بدياها الريسنت أكتيفتي ما بدياها السنيبيتس كمان ما بدياها كل هاي الأمور إذا كانت مفعالة عندك فلا زيادة الخصوصية هاي المعلومات ما لها رايحة لفايرفوكس بس إنت إذا كنت بتشارك الكمبيوتر مع أشخاص تانين فبعت بوجهة نظري الويب سيرش كافي فقط لغير منيجي للقسم اللي بعده اللي هو السيرش أهم الشي برجع هاي النقطة حكيتها مرة واثنين وثلاثة أبعاد عن خدمات جوجل بالقدر المستطاع فهلأ محرك البحث أكيد رح نغيره لواحد بيحترم خصوصيتك وبالفترة الأخيرة الدك دك جو يعني ما عاد المتصف ما عاد محرك البحث اللي بيحترم الخصوصية بس لسه بيظل أحسن من جوجل وأحسن من بينج هلا أنا ما رح غير للدك دك جو بهاي الخطوة لأم بعد شوي رح ننزل extension أو إضافة لحتى نستخدم محرك البحث start page إذا بدك تستخدم الbrave search كمان الbrave search يعتبر بديل قوي جدا للstart page أنا الstart page بفضله لأنه بيعطيني نفس نتائج الجوجل بس بدون ما تقوم بجوجل بجمع أي بيانات شخصية منيجي بعدين لاقتراحات البحث أنا شخصيا بطفيها بالكامل مع أني عمالي أستخدم الstart page بس كمان ما بدي أي خيارات بحث ما بدي أنه يعطيني أي اقتراحات منيجي للقسم اللي بعده بالنسبة للمتصفحات أنا كل هاي للمحركات البحث أنا رح أحزف اللي ما بدي يهن فرح نحزف الجوجل رح نحزف الأمازون رح نحزف البينك الداك داك جو رح نخليها ضل في عندي بس التبويبات والبوك ماركس والهيستوري والويكيبيديا باعتبار أنهم مفتوحين المصدر منيجي بهي الحالة منكون قطعنا شوط كبير ولحد الآن يعني صار في عندي نتيجة أفضل من الشكل الافتراضي أو الخيارات الافتراضية للفايرفوكس للفايرفوكس منيجي للقسم الأهم بالمستوى الأول ألا وهو موضوع البرايفيسي والسكيوريتي أول شيء لازم أن يكون مفاعل الانهانس تراكينج بروتكشن هون في عندي ثلاث مستويات عندي المستوى الأول الستاندرد اللي ما لازم أنك تكون عمالك تستخدمه أبداً هلا هو جيد ولكن نحن ممكن أنه نعمل أشياء أفضل لأ أنا شخصياً بستخدم الستريكت وبعدين بقوم بشوية عملية تخصيص لحتى يكون في عندي يعطيني الأداء البدياو إذا كان في عندي مواقع مضروبة أنها تزبط بس نحن ما راح نروح مع بالنسبة للمستخدم العادي منروح مع وبالنسبة للكوكيز اللي راح أحجبه هو كوكيز الطرف الثالث هات كمان عمله إليك أنه ممكن يسبب بعض المواقع لأنها تتوقف عن العمل بس راح نشوف في حال واجهتك هاي المشكلة كيف ممكن أنك تحلها فإذا راح حطه على كوكيز الطرف الثالث بالنسبة للأشياء الثالثة بالنسبة للتراكينج طبعاً لازم تكون بكل النوافذ بالنسبة للكريبتو ماينرز لازم أنه يعملها بلوك بالنسبة للفينجر برينترز كمان لازم أني أعملها بلوك نجي للخيار اللي بعده اللي هو الدونات تراك هاد الدونات تراك هاد أكيد لازم أني فعله أنا ما بدي أنه أرسل لأي مواقع أنه أنه تتبعني فراح قل له دونات تراك هاد أكيد منيجي للخطوة اللي بعدها اللي هي الكوكيز راح قل له أنه يحذف لي ملفات الكوكيز وقت اللي بسكر الفايرفوكس هاد ممكن أنه يسبب لك مشكلة أنه أنت كل ما تأغلق الفايرفوكس وتفتحه إذا كنت حافظ كلمات السر أو أنت عامل تسجيل دخول لأحد المواقع فكل ما تفتح الفايرفوكس راح يطلب منك أنك تسجل الدخول من أول وجديد فهون بيجي دور المانش إكسيبشنز أو أنه نحط استثناءات فأنا بيجي للمانش إكسيبشن وأي موقع بدي أنه يحفظ لي الكوكيز لنقول على سبيل المثال اليوتيوب فراح قل له https dot dot slash slash راح قل له youtube dot com بقل له allow وبعدين بقل له save changes بهذه الحالة راح يحفظ لي بيانات بيانات الدخول لليوتيوب وما في داعي أني أرجع ودخلها نجي للقسم اللي بعده بالنسبة لحفظ كلمات السر أكيد لازم أني قط فيها ولازم أني استخدم password manager أنا حكيت بأحد الفيديوهات عن keypass xc أنا شخصيا بيستخدمه لأنه offline أنت إذا بدك تستخدم الbeat word فممكن أنك تستخدم الbeat word بس يعني لا يعتبر من الأمور الجيدة أنك تخلي المتصفح يحفظ كلمات السر فراح نقول له أنه ما يحفظ لي كلمات السر طبعا ما بدي أني استخدم أي password أي primary password بالنسبة للhistory هذا الموضوع راجع إليك إذا أنت كنت بدك تحفظ الhistory أو ما بدك تحفظه أنا شخصيا ما بحفظ الhistory أبدا هلا بعدين نعمل له restart ما في داعي هلا أني أعملها منيجي للقسم اللي بعده address bar إذا أنت بدك تشوف نتائج وقت اللي بتكتب فممكن أنك تخليها بالنسبة لل browsing history رح أطفيها بالنسبة لل bookmarks أوكي رح نخليها بالنسبة للتبويبات المفتوحة رح نخليها بالنسبة لل search engine رح أطفيها أنا ما بدي أعطيني أي أي اقتراحات ما بدي أعطيني أي شي كل هاي الأمور بتزيد من الخصوصية منيجي بعدين لقسم permissions أو الأزونات أول الشي رح أجي للموقع الجغرافي لل location بيجي لل settings ورح قل له طبعا إذا بدك تستخدم خيارات الموقع الجغرافي فهذه الخطوة ممكن أنك تتخطوها بس أنا رح أعمل عملية حجب أو حضر لطلبات الموقع الجغرافي بنجي بالنسبة للكاميرا والمايكروفون أغلبنا ممكن أنك تكون بحاجتها إذا ما لك بحاجتها فكمان ممكن أنك تحجبها بنجي للتنبيهات كمان التنبيهات أنا بحجبها بالأساس التنبيهات ما لها أي فائدة من وجهة نظري فأنا بحجب التنبيهات طبعا هلا أنا هون حجبتها بس لسه ممكن أني أرجع فاعلها من الموقع بحد ذاته هلا بالمستوى اللي بعده رح شوف كيف رح اطفيها بالكامل رح إلغي اللوكيشن ورح إلغي التنبيهات بشكل كامل بيجي للأوتو بلاي كمان رح قل له أنه يحجب لي الصوت والفيديو كل هاي الأمور من شأنها أنها تعطي الصفحات اللي أنت عمالك تزورها لمحة عن مين أنت ممكن أنها تتبعك من خلال هاي البرميشنز فكل هاي الأمور رح نفعلها بالنسبة لل virtual reality أنا ما عندي أي استخدام لها فكمان رح أحزف virtual reality بيجي بالنسبة ما بدي أنه المواقع تسمح لي أني نزل أي add-on بالنسبة لل pop-up window رح نخليها كمان محجوبة منيجي للقسم الأخير اللي Firefox ما بعرف ليش مصرين أنه ما يغيروا هذا الخيار أبدا يعني أنه هن بشكل افتراضي حاطين هالي الخيار جمع البيانات أو التليمتري حاطينه مفاعل لازم يكون optional وأنت إذا بدك تفعله بتفعله فأول شي رح شيل التحديد عن allow Firefox to send technical and interaction data to Mozilla ورح نشيل أنه allow Firefox to install and run studies هاي الأمور ما بدي إياها بالنسبة لل block dangerous and deceptive content طبعا رح نخليها بالنسبة لل https only mode فهاي رح نقل أنه يعمل إياها بكافة النوافذ ما بدي إياها بس للمواقع اللي فيها ما بدي بس للمواقع بالنوافذ الخاصة بدي إياها وين ما كان هاي لحتى دائما يكون في عندي السكيور SSL هلا أنا إذا عملت هدول الخطوات بكون مشيت بمقدار 90% من الخطوات اللي بدي إياها رح قبل ما نروح للمستوى المتقدم رح نغطي الـ 5% الإضافية اللي ممكن إنها تزيد خصوصيتك واللي حكيت عنها بالبداية بالنسبة لمحرك البحث كيف رح نبدله إما للستارت بيج أو للبريف للبريف سيرج فإذا أجينا لفاير فوكس آد آنز إذا قلت له فاير فوكس آد آنز رح ضيف إضافتين بوجهة نظري ما في داعي لأي إضافة ثالثة فرح إجي ل هون رح تدور أول شي على هاي الإضافة بكل تأكيد لازم إنها تكون عندك رح تضيف المانع الإعلانات بالنسبة للأشخاص اللي بتشوف فيديوهاتي على يوتيوب أنت إلك كامل الحرية بدك تستخدم هاي الإضافة على الموقع استخدمها بالنسبة إلي ما بتفرق معي أنا شخصيا ما بيستخدمها لإني يعني بقدر عمل الناس التانين ويعني بالأساس أنا ما بتطلع عندي دعايات لإني بيستخدم اليوتيوب بريميوم بس لازم أن يكون في عندك البيو البيو بلوك أوريجن إضافة أساسية وهمة جدا وهي الإضافة بتقوم بيحجب كافة السكريبتات سواء الخبيثة ولا غير الخبيثة فهي بتحجب أي شي فهلأ الإضافة التانية رح قل له start page protection هاي الإضافة اللي رح تغير لي محرك البحث للstart page فأنا باعتبار أني بيستخدمه رح تضيفها هلأ مثل ما لي شايف سأل لي أنه هاي الإضافة بدي تغير لمحرك البحث فأكيد رح قل له yes طيب هلأ إذا ما كنت بدك تستخدم الstart page لنشوف إذا كان الbrave search موجود عليها رح قل له brave search في عندي الbrave فممكن أني أستخدمه بدل الstart page بالنسبة للإضافات أنا ما بضيف غير هدول الإضافتين اللي هي الview block والstart page أو الbrave search هلأ منجي للقسم المتقدم أو للمستوى المتقدم مثل ما حكيت أنا مجهز الخطوات اللي لازم إني أعملها حاططها على الget hub وأكيد الرابط رح يكون بسندوق الوصف فهلأ بعد ما فتحنا الدليل اللي بدنا نمشي فيه الخطوات الأولى اللي هي تغيير إعدادات Firefox كلها هيا عملناها ونجي للخيارات المتقدمة بالخيارات المتقدمة أنا لحتى روح لهي الخيارات طبعا أنا شغال عندي الbrave والفايرفوكس اثنيناتهم نازلين فأنا هلأ فاتحها رح اجي بالفايرفوكس وبشريط العنوان رح قال له about نقطين config رح قال له proceed with caution فبضغط enter لحتى اقبل risk و continue اقبل الخطر أي خيار من الخيارات اللي موجودة بهذه الصفحة بالنسبة للمستوى الأول فما رح تعمل لي أي مشاكل أنا لحتى دور على أي خيار أول شي رح نقوم بتعطيل telemetry وجمع البيانات بمجرد اني انسخ الخيار اللي بدي وبيجي لخانة البحث بعمله control V لحتى تغير القيمة اللي بدي إياها بس بضغط عليها ضغط بتغير إياها إما من true لفولس أو العكس لأنه إذا رجحنا لل لجيت هاب رح شوف انه في عندي بعض الخيارات لازم اني غير ها لفولس وفي عندي البعض الثاني لازم اني غير لترو فأول شي رح نغير كل هاي الأمور ما رح ضيع وقت كون اني فوت فيها واحد واحد انت بترجع لها وبتغير ها في حال انه احد الخيارات اللي موجودة بهي الصفحة ما لقيتها فممكن انك تتجاوز هذا الخيار لانه فاير فوكس كل فترة والتانية بتغير من الخيارات بتضيف خيارات جديدة بتحسب خيارات جديدة طبعا ما حكيت هذا الكلام ببداية الفيديو هاي الخطوات انا مجربها على فاير فوكس 101 هو الاصدار الاخير اللي موجود على اللي موجود على فيدورا في حال انت كنت عمالك تشوف هذا الفيديو بالمستقبل وكان في عندك اصدار جديد فمتل ما قلت انه ممكن بعض هاي الخيارات ما تعود موجودة فبالنسبة للمستوى الاول اول شي متل ما حكيت رح نعطل كافة خيارات جمع البيانات التليمتري بالنسبة للخطوة اللي بعدها اللي هي البوكت اللي هي ميزة المتقدمة فكمان رح نعطل البوكت بالنسبة لخيارات البري فتشينج كمان هاي هلأ ممكن انه تساعدك لحتى انه يكون في عندك شوية يكون السرع بمقدار بسيط ما رح يكون الاختلاف كبير كتير بس بحالة البري فتشينج او التحميل المسبق ممكن انه يتصل ببعض المخدمات او بدون اي تدخل من المستخدم وهذا ممكن انه يكون احد مشاكل الخصوصية فاذا بدك تلغي فكمان منروح لهدول الخيارين متل ما شايف انه في عندي واحد لازم اني غيره لترو والتاني بغيره للفولز بنجي للي بعدها انه عطل سكريبتات الجافة بملفات البي دي اف لانه بالاساس يعني ما في لها اي داعي انت اذا كنت بدك توقع اي فورم معين او انك بدك تعدل على اي ملف بي دي اف فانت رح تستخدم بصبيعة الاحوال لازم انك تكون عمالك تستخدم برنامج خاص بملفات البي دي اف وليس من ضمن المتصفح فرح نعطل سكريبتات الجافة بالبي دي اف باستخدام الخيار اللي موجود تحت منغيرها لفولس بالنسبة لل الس ال كمان رح نغيرها لل او التفاوض رح نغيرها لترو هاي اذا عملت عندك اي مشاكل هاد الخيار اذا في عندك بعض مواقع ما عادت تشتغلت بعد بتغيره منرجع منغيرها لفولس ومنضيف ومنغير الخيار اللي بعده اللي هو الانساف نيغوشيشن از بروكن هاي منحطها ترو هاد بتعمله اذا صار في عندك اي مشاكل اذا انت ما كنت بتستخدم المزامنة بين فايرفوكس على الكمبيوتر وفايرفوكس على الجوال فرح نلغي حساب فايرفوكس بالكامل فرح قل له fx account enabled رح غيرها لفولس نجي للمستوى اللي بعده هاد بيرجع للمستخدم بحد ذاته فانت اذا ما كنت بتستخدم خيارات الموقع الجغرافي فرح نلغي ميزة الموقع الجغرافي بالكامل نحن بالمستوى الاول او بالخطوة الاولى الغيناها من ضمن الاعدادات بس هون شلناها بالكامل ما عاد في عندي دعم للموقع الجغرافي نفس الوضع بالنسبة للتنبيهات شلناها بالكامل باستخدام هاد الامر اللي هو web notification dot enabled رح نغيرها لفولس والجيو dot enabled منحطها فولس فهون ما عاد في عندي دعم ابدا بالنسبة للويب RTC كمان هاي ممكن انها تكون مشكلة انت اذا كنت بتستخدم بتستخدم زوم تستخدم التيمز تستخدم اي مواقع تشات فيها بتعمل اتصالات بالريال تايم فممكن انه تسبب لك اي مشاكل اذا الغيت تفعيل الويب RTC فكمان هاي الخطوات لازم انك تجرب تشوف انه رح تشتغل ولا لا بالنسبة للويب GL كمان هاي بتفيدك اذا كنت بتلعب اونلاين من ضمن المتصفح طبعا فالويب GL بيقدم ميزة الهاردوير اكسلوريشن فكمان اذا كنت بدك تلعب اونلاين باستخدام المتصفح فهذا الخيار لا تغيره خليه على الفولز منيجي للمستوى الثالث هذا المستوى لازم انك بس مثل ما ما عليقول بس في حالة انك متقدم وخبير بتغير هاي الخطوات انا شخصيا ما بغيرها يعني لانه بدي في عندي مواقع يعني اكيد رح تتوقف عن الشغل وما بدي يقوم فيها انت اذا كنت قادر انك تعمل الديبوغينج وتحدد المشاكل اللي بيصير معك وتصلحها فاروح مع هاي الخيارات بالنسبة للاضافات او بالنسبة حكيت عنها بالبداية الحكيت عنه يعني هاي بس لحتى انه تسهل عليك الخيارات الخطوات اللي عملناها هون هلا حكيت نقطة بالبداية انه اذا صار في عندي مشكلة بأحد المواقع وما عاد اشتغل فكيف ممكن اني ضيف الانهانس بروتكشن فاذا اجيت لأي موقع انا شايف انه هون في عندي الدرع فاذا ضغطت على الدرع وشايف الانهانس تراكم بروتكشن فانا بس بلغي هاد الانهانس وبيرجع الموقع بيشتغل بشكل صح هاي كانت اهم الخطوات اللي ممكن انك تستخدمها وتساويها بالفايرفوكس لحتى تحصل على تجربة التصفح اكتر خصوصية طبعا بالنسبة لموضوع الامان هاد راجع بالبقام الاول لسلوكك الفعلي على المواقع اللي بتزورها مو على اعدادات فايرفوكس اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الاعجاب ومشاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكم اراءكم تعليقاتكم اقتراحاتكم كل هاي الامور تركوا ليها بقسم التعليقات بالنسبة للاشخاص غير المشتركين اذا شايفين المحتوى اللي همانا نقاتبو مفيد وممتع فمتل العادة لا تنسوا ضغط زر الاشتراك لحتى نتمكن من بناء مجتمع مؤمن بالبرمجيات الحرة ونظام لينوكس يوم بعد يوم بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبامان الله اشتركوا في القناة